نادي الأهل النهاردة بيعلن عن في إطار برضو ترتيب البيت الكروي من الداخل خاصة في قطاع النشئين بيعلن عن تجديد عقد أو تعاقد اللاعب الصاعد عمر سيد معاوض مع الأهل لمدة أربع سنوات وبيأكد النادي أنه على لسان الكابتن وليد سليمان مدير القطاع أنه الأهل لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي بشرط أن يكون هذا العرض مناسبا للنادي والإمكانات اللاعب مع الأخذ في الاعتبار الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول بص يا أستاذ أبراهيم كمان بيعلن عن تعيين الكابتن محمد شوقي مدير فني أو نائب المدير الفني كابتن باد الراجب نظرا للظروف الصحية للكابتن باد وقيام الكابتن محمد شوقي بدور المدير الفني المساعد للقطاع تدعيم مهم وموفق جدا كابتن محمد شوقي يعني واحد من الأسماء اللماء الصاعدة واشتغل منتخبات وتجربته مع نادي الأهلي عتوبة تجربة ثارية له للنادي في قطاع الناشئيين أعتقد أنه خطوة مهمة وبتقول لك أن الدعم في مكانه أولا كل الأمنيات بالشفاء العاجل للكابتن بادر اللي بقول له يعني بلاش إهمال في صحتك أكتر من كده أخذ الأمور بجدية شوية عشان الدنيا ما تتفقامش يعني في نفس الوقت تزامن هذا التعيين مع إعلان مفاجئ عن تجديد عمر سيد معه بعد لغط كثير عمر رافض يجدد وبعدين يطلعوا يقولوا لك أصل عمر عقده حينتهي وبعدين يطلع كابتن سيد وكابتن رمضان السيد جده جد عمر يقول أنه لا مش هيمشي إلا برضى الأهلي أو مش مرتبط بعقد فكانت الناس عمالة مستغربة زائد أن ده كان بينعكس على حالة أنه بتدرى في نظامك الإداري والتنظيمي في قطاع النشئين مش هتدرى تتعامل بأكثر من مصطرة فكان من المهم جدا خطوة كويس جدا 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 الاستجابة للنظام للنظام وصوت العقل والصح والصحيح وأمر يجدد طبعا فيه ناس تقول لك أو أنتو إذا جددوا له كده والقانون بيقول ما لهمش دعم الحتة دي الأهلي فيهم بيعملين لأن كل حاجة هو عمر يعني فضله سنة ويعدي لسن الثمانتاشر رضون فهو خلاص أباوت طايم يعني يعني أنه هو خلي بالك حظه وحش وكويس في نفس الوقت حظه الوحش أن يجيله تديه في لحظة وصول الرغبة بتاعة ريل بيتس أنه هو عايزينه كان رخض تجربة معايشة معايشة وتدريب هم حتى يعني بقولوا هي مش معايشة كانت تدريب يعني لكن أن يبحثوا كويس أنه الناس يتمسك به وأن الأهلي يتمسك به أحسن شعور لأي لاعب مهم وهو يجيله ظرف مؤلم زي ده أن يشعر أن الناس حتى صحة فيه وربما يكون ده اللي خلى الأمور كملت بالشكل الصحيح مؤكد لو عمر جاله عرضه طيب يناسب ويناسب النادي الأهلي الأهلي مش عمر بس أي حد في النادي الأهلي لكن افرد أن عمر النهار ده بعد ما يخف هنا عمر حيفكر بجدية صدقني هو أن هلعب في الفريق الأول ولا أجري أحترف فريق بيتيس ولا أعمل إيه حيبقى فيه في النادي الأس ألعب في الفريق الأول و بعد كده سف الأهلي اسم تقيل يعني أنت برده لما بتقعد وتروح وتكسب بطولات وتكسب بتعلق كنتك التسوقية أنا متذكر أيام كابتر رمضان صبحي أيام مارتين يول كان له رائي مهم في الموضوع ده مارتين رمضان كان طالع بقوة هائلة إنفجارية وكان نجم النجوم وقتها وجاء له عقد الاحتراف قال له أنصحك استنى سنة أو الأتنين كمان أنت مش جاهز للاحتراف دلوقتي استنى سنة أو الأتنين كمان عشان تطلح وتنجح ومترجعش طبعا التجربة أثبتت أن مارتين يول كان عنده رؤية في هذا الموضوع لكن مش كل واحدة الثانية ما هتقول لي ما صلاح بس صلاح مش رايح يعني برضو فكرة أنه رايح بالمقولين ما حسش بالدفء بتاع الشعبين الشعبية الجارفة اللي تخليه يقعد يحس إيه اللي خسر وإيه اللي كذبه من خلال أنت ماشي في الشارع كده أنت نفسك بتحس تأثير المكان عليك نحن نتمنى لعمر سرعة العودة بنتمنى له سرعة الشفاء واسترداد المستوى اللي يحطه في الحتة اللي تناسب وتليق به وتليق بما هوبته في أي مكان طبعا